في مصر نتكلم على الإيجابيات مش هنتكلم على السلبيات احنا عارف ان بعض او معظم الجمهور المصري غير راضي عن بعض الامور في اداءة منتخب الواطنية لكن احنا نتكلم ونقول ان البطولة او المباراة في البطولة فيه لعيبة بتلعب بلا فترة كبيرة جدا بدون وجود جماهير وبالتالي خضط الجمهور خضط البطولة او المباراة الاهم في دور المجموعات انك تعرف تحقق اكبر عدد ممكن من النقاط علشان تصعد الى المباراة او الى الدور التالي الدور التالي اللي هيكون فيه مواجهة مع احسن اربع توالد هتلعب منهم مع فريق كمان بعد الدور ده هيكون فيه لقاء مع هو ده الجد وهو ده البطول اللي احنا بنتكلم فيها ويعني بنتكلم في الدور التماني يعني فرق كبيرة جدا زي السنغال الجزائر المغرب تونس الكاميرو النيجيريا كوتفور فرق قوي جدا فرق على اعلى مستوى اعتقد ان احنا ممكن نشوف مفاجآت بعد المفاجآت او بعد المستويات اللي احنا شفناها وطبعا يعني اغاندا فجأتنا مع مدير فني محترم مدير فني على اعلى مستوى هو ديسابير المدير الفني السابق ليه نادي الاسمعي طبعا ديسابير او ديسابير او ما يعني فيه اختلافات فيه الاسمعي لكن ديسابير او ديسابير هو في الاخر احنا نقصد هو مدير فني واحد نبدأ مع حضراتكم ونروح لصحيفة الجارديان ونشوف بقى ازاي الصحف العالمية تغنت دحفل الافتتاح وتغنت ايضا بالمشاهد اللي احنا شفناها جمهور واداء وحفل استعراض على اعلى مستوى طليق ويليق بكل من تواجده في الاستاذ وطليق بالشعب مصري وطليق فعلا بكل من ساهم في اقام هذا الحفل الممتع وان شاء الله تكون بطولة ممتعة ونحتفل في النهاية بفوز المنتخب الوطني بكأس البطولة الثامن علشان نكون بقى يعني كل مفاريق او كل منتخب عايز يوصل لنا نبعد معهم او نبعد عليهم في تحققهم ووصولهم الى الرقم القياسي الخاص بالمنتخب الوطني نبدأ معاكم بجارديان وصحيفة جارديان واكيد تغنت وتبعت ونشوف ما حضراتكم دلوقتي وهنعرض معاكم جارديان كتبت وقالت ايه علشان نعرف مدى اهتمام الصحافة العالمية بحفل الفتاح وزي ما احنا قلنا صورة مصر او صورة الجمهور اللي هيكون موجود في الملعب مش بس بيعكس صورة مصر داخليا هو بيعكس صورة مصر خارجيا من مصر عملت اللي محدش يقدر يعمله ودي رسالة مهمة جدا في الناس اللي بتفهم في السياحة واللي بتفهم ايضا في بعض الامور الخاصة بالامور السياسية هي رسالة موجهة الى كل العالم كله ان مصر بلد الامن والامان بنقدر نصديف 24 منتخب في اي مكان طيب صحيفة الجارديان بتقول انه وصفة حفل الفتاح واللي يقيم في سيد القاهرة بانه مدهش كتبت في ظل اجواء مظلمة وارض تضيء بثلاثة اهرامات ضخمة والاف الهواتف النقال التي تنقل الحدث بشغف عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه بالفعل حفل مدهش دي صحيفة الجارديان نروح لديلي ميلة الانجليزية وقالت في عنوانها افريقيا تتذوق نكهة الفراعنة ديلي ميلة كله احنا لسه ماشيين مع انجلترا هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي حفل افتتاح كاس الأمم الأفريقية مذهل واضافة الهيئة في التقرير عبر موقع الإلكتروني عن كاس الأمم الأفريقية ان البداية المثالية بفوز مصر على زنبابوين ميرر البريطانية اشهدت بالحفل وقالت ان محمود حسن تريزيجي لاعب قاسم باشا التركي كان بطل المنتخب الوطني في المباراة وبعد الحفل المذهل الذي شهدوا استاذ القاهرة موقع بليتش الريبور كلنا عارفينه وكلنا منتابعه على الفيسبوك الكاس الأمم الأفريقية وصلت القاهرة بالفعل ونخلصنا من انجلترا وبريطانيا ونروح إلى الفرانس فوتبول الفرنسية شهدت بالحفل افتاح وتؤكد على ان نفوز المنتخب على زنبابوين كلل اليوم والحفل الكبير بنهاية سعيدة واضافت أيضا فرانس فوتبول هدف تريزيجي يكفي منتخب مصر لعبور زنبابوين في المباراة الافتتاحية لأمم أفريقيا واسبانيا ونشوف الصحافة الاسبانية علشان نكون لما حضركم يعني كل الصحف العالمية اللي دايما بنتكلم عليها ونشوف ماركة الاسبانية كتبت منتخب مصر حقق بداية جيدة في بطولة الكاس الأمم الأفريقية وذلك بتحقيق الفوز على زنبابوين بهدف جاء عن طريق محمود حسن تريزيجي بطريقة فنية رائعة منذ توبرتيفو بتقول مصر أبهرت العالم بحفل الافتتاح صحيفة السلسطينية حفل افتتاح مبهر وتؤكد انه يليق بنسخة تاريخية للبطولة والتي ستشهد مشاركة 24 منتخب لأول مرة الصحف التركية تحتفي بتريزيجي احتفلت الصحف التركية بتعلق محمود حسن تريزيجي نجمى المنتخب الوطني والمحترف ضن صفوف قاسم باشا وصحيفة الحرية التركية كتبت تريزيجي يمنح النصر لمصر صحيفة سكور قالت تريزيجي نجح في تعويض غياب محمد صلاح عن التسجيل وصحيفة أخرى تركية بتقول تريزيجي يسجل هدف الفوز لمنتخب مصر وصحيفة أجان سبور بتقول ان هدف حمود حسن تريزيجي نجمى قاسم باشا تركي منح منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى مبكرة بعد ما حقق الفوز أمام زنبابوي كده احنا وصلنا معاكم لكل صحف العالمية وكل الأخبار اللي حضراتكم محتاجين تعرفوها قبل ما نروح لفصل ونستخدم ترجمة نانسي قنقر